إذن لماذا تحضر الكأس الأفريقية للأمم لدورتين متتاليتين وبالتاريخ الجزائر والمشاركة تاريخية في كأس العالم ومنتخم لكي يحقق فوز على ألمانيا في 1982 فالرصيد الكوراوي للجزائر لا يسمح لها أنها لا تكون حاضرة في جنوب الأفريقية إذن ربما الآن بحلال لنا رمح سادان يحاول يبعد ذلك الضغط كما كان من المدقل على اللائبين يقولون الآن أنه لديك المرة لكي تتعلم في كأس العالم لديك المرة لكي تتعلم في كأس العالم طبعا أصبحت واجب بالنظر للمعطايا الحالية كان الهدف الأول هو التأركس الأفريقية تم أصبح الآن حلم التأركس الأفريقية ولكن هذا الحلم تحول إلى واجب تصبح دفع هنا ربما نتسأل عن الضغوط التي يمكن أن تمارس لماذا أصبح واجب؟ لأنه لا يمكن أن تهدر فرصة أن دابك السلام وأنت قريب منها وكل الظروف في صالحك أن تستقبل أضعف فريق والفريق الذي لن يذهب إلى كأس أمم أفريقيا بنقطة واحدة وهو رواندا وعلى أرضية ميدانك وأنت الذي فزت دهابا وأيب عن زمبيا وقمت بمباراة تاريخية أمام مصر لن يقبل جمهور الجزائر بأي إخفاق في المباراة القادمة إذا لم يفز الجزائر بهدفهم أو ثلاث أهداف الرجمهور لن يطمئن على مباراة القاير هذا ما فاز من منتخب المصري فقط نفتح قوس بخصوص غياب الجزائر والكورة الجزائرية على المحافل العالمية نتذكر أن 1990 حينما ذهبت مصر لكأس العالم أقصت المنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة بهدف حسام حسن بالواقع الشهيرة لبلوم الذي لم يكن بإمكاني أن يذهب إلى أي مكان أو أن يغادر الجزائر لا ننسى بأن الحرب الأهلية والأوضاع الأمنية كانت في الجزائر بعد انتخابات 1991 وصعود جبل الإنقاذ الوطني جعلت أن حالة البلاد لا تسمح حتى بتنظيم دوري معقول لا يمكن أن تتذرب وأنت هناك قنابر وهناك اغتيالات عاشت الكورة الجزائرية فترة انتقالية وأعتقد أن الصحوة هذه هي صحوة طبيعية أن نشاهد هذا الكم الهائم للعبين هذه المهارات الموجودة على أرض الميدان داخل جزائر واخر جزائر الكفاءات في التدبير الرياضي راوراوة الكفاءات في التدبير الفني والكوروي ربح سعدان وآخرون أعتقد أن مسألة طبيعية إذا ما ذهبت جزائر لكأس العالم أنا أتوقع أن سنشاهد انطلاقة حقيقية للكورة الجزائرية خاصة أن هناك خمس مقاعد في الماضي كان هناك مقعدين ثم جزائرين ننسى في 2002 أين كانت في أي مجموعة مجموعة المغرب والسنغال ومصر ونميبيا ربما هذا الخطر والخصم نميرو 1 بالنسبة للمنتخب الجزائري هو المنتخب الجزائري لأنه ربما يدخل شوية الغرور نفسية اللاعبين ربما يدخل شوية الخوف ربما اللاعبين يديرون لكي تيكي ديال الأفريق ديال سود لكاليفكات في الجيب ديالهم قبل ما يتأهلوا لأن ما زال الألجيري ما تأهلت في كأس العالم وحنا شنال مئد الألاف ديالناس خارجين في ليرو pour les ألجيريين ربما الكوب ديال مند اي ديجا انبوش وهذا هو خطر ولنمي نميرو 1 لسبة المنتخب الجزائري ربما نلاحظو أن كيفاش نعودو الآخر ظهور للجزائر في كأس إفريقية الأمم كنت ذكره كيفجرنا المنتخب الجزائري بعد تعادل المشجع أمام الكاميرون فوز في الأنفاس الأخيرة على المنتخب الميسري لكن في اللقاء الأخير نهازم أمام الزيمبابوي وكان يعني ربما هدف اللي كانت تجدوا المنتخب الجزائري لأنه كان نهازم بهدفه لواحد الهازم بهدفه لسفر كانت تحكم عليه بالإقصاء منذ الضوء الأول إذن ربما هذا كيعكس أن اللاعبين جزائريين حتى يقربوا الهدف والخوف مع الضغط مع ربما عدم تجربة لبعض اللاعبين نعم فمليكس تشوف يعني لابور ديوغاني كمليكس تقرب الهدف ديالك يعني المجهود ديالك كيقل وما كتعطيش كل ما كتعطيش ما كتعطيش ما كتعطيش ما كتعطيش ولاحظنا أيضا المنتخب المغربين فدوروا عنيها كيفاش متخب الجزائري كان منتصر وكيفاش أنه نهار في الوقت بضل ضاعي لكن نظن أنه ربما الآن أن هذه الجنغازيون التي جووا والذي يشكلون ربما على الأقل اللاعبين الذين يشكلون العمود الفقاري ديال المنتخب وربما عندهم واحد الخزان من تجربة اللي يجعلهم يأثروا على باقي اللاعبين وكان نضحطوا بالأساس على مجيد بوغراء على مستوى خط الدفاع اللاعب الذي يشارك في عديد من الفراق الفرسية ثم الآن العمود الفقاري ديال الفريق غلاسجور رونجرس الأوسكوتلاندي كنت ذكره على نادر بالحاج أيضا اللاعب الذي كان فريق اليوم بشكل بطولة الأنجليزية واللعب الذي لديه مواهب كثيرة ربما رغم السن نفس الشيء بالنسبة الكريم زياني نفس الشيء بالنسبة الرافق سيفي اللي في سنة 30 ربما هذي اللاعبين هذي اللاعبين يتمنون أنهم يحقون الانتصار ولكن بحيث عريضة قبل ما يتوجهون المنزلات الفراعين انتوكا ربما سعيدان peut être fier de son parcours car il est en train de devenir le seul entraîneur maghrébin pouvoir qualifier sa sélection au prochain mondial بيم